السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اليوم إن شاء الله سنتعرف على كيف نجيب على بعض الأسئلة التي تستعمل بكثرة في الحياة اليومية باللغة الفرنسية ففي الدرس الماضي تعرفنا على كيف نطرح الأسئلة باللغة الفرنسية أو كيف نطرح أهم الأسئلة باللغة الفرنسية ففي هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف على كيف نجيب على هذه الأسئلة فلنبدأ على بركة الله فأول سؤال لنا هو كس كسي كس كسي ما هذا كس كسي فقلنا كس كسي كنستعمله بالنسبة لغير العاقل يعني ما كنستعمله مع الأشخاص كنستعمله مع الأشياء داكور ألغ الجاوب انتا كس كسي أو ما هذا سي سي هذا سي فإذا كان عندي هذا الشيء مذكر أو مشكلة فكنستعمله معه أما إذا كان الشيء فمينة أو مؤنت فكنستعمله معه سيتون مثلا كس كسي سيتون سيتون ما هذا هذا قلم هذا قلم أو بنسبة الفيمينة سيتون فلور سيتون فلور كس كسي سيتون فلور ما هذا هذه زهرة دونك سيتون كتعني هاديهي سيتا هادا وستون هاديهي هذا بالنسبة إلى عندي الشيء مفرد أو سنجلي أما إلا عندي البلوريال أو الجمع فكنستعمل سستعمل سسون سسون فسسون ما كنستعملوش معها آن ولا أون نون كنستعملو معها دي دي مثلا سسون دي فوتو سسون دي فوتو هاديهي سوار سسون دي فوتو فنتبهو بنسبة الفوتو كتكتب بـ PH ماشي F PH وكنتقوها بـ F سسون دي فوتو دوك هادا بنسبة لكسجون كس كسي الآن نمرو كي يس كي يس وبيا كي سي من هادا كي يس كي سي دونك كي يس بحال كي سي كتعني من هادا فقلنا كس كسي كنستعملوها مع غير العاقي يعني مع الاشياء اللي بنا نسألو على شي شي أما كي يس وبيا كي سي فكنستعملوها مع الاشخاص اللي بغيت نسأل على شي شخص يعني من هادا فالجواب كي يكون يأما سي سيمون إلا كان شخص مشكلان فكننقول سيمون وإلا كان فيمينة أو مؤنت فكننقول سيمون سيمون مثلا سيمون ماري هادا زوجي سيمون ماري وبيا سيمون فس هادا ابني سيمون فس وبنسبة السيمون نشوفوا ديز اجزمبل سيمة فام هاده زوجتي سيمة فام وبيا سيمة فی هاده ابنتي سيمة فی فهنا أيضا كي سي او كي يس يعني من هادا الجواب انتعه ممكن يكون مثلا سيم سيمة هادا مالك ديز اجزمه منزل سيمون سيمون هادا مالك المنزل ممكن جواب اجزمه متعدد الان من رسول موالي او اتت او اتت اين كنت او اتت الجواب فكيكون يأما جت افت يعني كنت مع وبيا جت ا كنت في فوكن نقول مكان اللي كنت فيه وانا ايضا نقول الشخص اللي كنت معه فو اتت اين كنت فيأما غنقول جت افك مثلا جت افك مفامي كنت مع عائلتي الفامي هي العائلة جت افك مفامي كنت مع عائلتي او جت افك مون امي كنت مع صديقي او جت افك مون امي كنت مع صديقتي فهنا بنسبة الامي اللي كتكتب اه فكتعني صديقتي مون امي صديقتي بالنسبة لصديقي مونامي وصديقتي مونامي ايضا لكن نضيف غير اوه اخر الكلمة فغير برين قوسين نغمال موك يخصني نقول ما امي جيتا عذيك ما امي ولكن بما انه هاد الاسم يبدأ فويل اللي هو ا وما كتنتهي فويل اللي هي ايضا ا فما يمكنش يكون عندي دو فويل فكنستعمل مو ممسي هاد الاسم في ميناء او مؤنت فماكنستعملش معه ما كنستعمل معه مو لانه كيبدا فويل داكوغ لك ممكنش نقول جيتا عذيك ما امي فكنقولو جيتا عذيك مونامي وكنضيفو اوه ثلاثة باش كنعرفو انها راه صديقة يعني ماشي صديقي داكوغ اما النطق راكيكون بحال بحال غير الكتابة اللي كتختلف الور هادا بنسبة الى كان عندي جواب جيتا عذيك يعني كنتو مع سينو إلا كانت جيتا يعني كنتو في كنتو في المدرسة كنتو في المدرسة او جيتا على دوش كنتو في الحمام جيتا على دوش او جيتا على دوش كنتو في العمل فبالنسبة الى كان هاد الاسم في مينة يعني بحال هنا عندي دوش فكنستعمل ا على دوش وإلى كان الاسم مشكلن بحال هنا عندي لتوش ما نقولوش جيتا على توش نو كان قولو جيتا على توش دونك ديك على كترجع او وبالنسبة هنا يا احنا ايضا نرا عندي ايكول نو في مينة او اسم مؤنة فنرمال مو عندي جيتا على ايكول ولكن بما انه لا كتنتهي بألي يفايل و ايكول كتبدا بألي يفايل فكنزول الفايل اول وكنعودوه بأبوستروف داكور؟ دونك جيتا على ايكول جيتا على دوش جيتا على توش فنتمنى يكونوضح لكم بنسبة الوات تتو اين كنت؟ الجاوب كيف قلناك يكون سوى جيتا او وكنقول الشخص اللي كنت معاه او جيتا وكنقول المكان اللي كنت فيه الان نمرو للسؤال الموالي اللي هو كالهوري تل؟ كالهوري تل؟ كم الساعة؟ كالهوري تل؟ الجاوب كيكون هو إلي إلي كالهوري تل؟ الجاوب بتاعه هو إلي مثلا إلي 6هور دو متن إلي 6هور دو متن يعني الساعة تشير إلى السادسة صباحا 6 heures du matin يعني إنها السادسة صباحا أو إلى ميدي فإلى ميدي يعني فاش كتكون في 12 دهرا فكن قلو إلى ميدي أو إلى 8 heures du soir إلى 8 heures du soir يعني الساعة تشير إلى التامنة مساء إلى 8 heures du soir أو إلي مينوي إلي مينوي هي فالسعفة تكون تشير إلى الثانية عشرة منتصف البيت سكن قوله إلي مينوي نتمنى يكون وضح لكم والآن نمره الآخر السؤال اللي هو أين تسكن؟ أين تسكن؟ أين تسكن؟ الغابانس أو الجواب كي يكون لها الشكل جابيت أ جابيت أ مثلا جابيت أكازابلونكا جابيت أكازابلونكا أسكنو في الدار البيضاء جابيت أكازابلونكا أو bien جابيت أو مارك جابيت أو مارك فبما أنه لمرك يعني اسم مشكلة أو مدكر فكن قوله أو جابيت أو مارك أو يعني أسكنو في المغرب أو جابيت ألالجيري جابيت ألالجيري أسكنو في الجزائر جابيت ألالجيري لذلك الأسكنو هي أين تسكن؟ جابيت ألالجيري جابيت ألالجيري جابيت ألالجيري جابيت ألالجيري جابيت ألالجيري وبهذا كنوصل لنهاية الحصة نتمنى الدرس اليوم تكونوا استفدوا منه وتعلمتوا كيف تجاوبوا على بعض الأسئلة بلغة الفرنسية نتمنى يكون كل شيء موضح لكم ما تنسوش إلا أعجبكم الدرس فشاركوه مع ألتقائكم وإحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة وانتلقوا في الحصة المقبلة إن شاء الله شكرا